اتفاق وإن كان مبدئيا لكنه أفضل من لا شيء توصل إليه برنامج الأغذية العالمي مع الحوثيين يهدف إلى استئناف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشي الحوثي الأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق عمليات توزيع المساعدات الشهر الماضي بعد تكرار عمليات النهب والسرقة التي يقوم بها الحوثيون للمواد الإغاثية وتحويلها إلى عناصرهم ممارسات أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بحسب مسؤولي شؤون الإنسانية وتسببت في معاناة أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي من أصل 30 مليون يعيشون في اليمن ومن شأن الاتفاق الجديد مع الحوثيين أن يتيح توزيع الإغذية بسرعة في صنعاء رغم أن الجانبين لم يوقع رسميا على الاتفاق بعد بحسب مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي الذي يعتبر مجرد التواصل لاتفاق تقدما كبيرا وكانت السعودية أعلنت عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة بأنها دفعت أكثر من 400 مليون دولار على سبيل الدعم والمساعدات نافية التلميحات التي أشار إليها رئيس الشؤون الإنسانية مارك لوكيوك بعدم التزام دول الجوار بتعهداتها في اليمن وجاء في تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور جرغاش أن الإمارات والسعودية تعدان أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن وأنهما ملتزمتان بالإيفاء بتعهداتهما من جانبه حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث من خطورة الوضع الإنساني المتداعي لكنه أعرب عن أمله بأن يسمح وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة وإن كان هشا بالتركيز على العملية السياسية قبل نهاية هذا الصيف سمح سيد العربية